يعني مارست هذا العمل اللي هو المحاورة والتغاور يعني ليه أنا أحياناً أبصت ألاقي إجابة أركنها على جنب لأنه فيها فتفوت عاوزة تفصيلة أكتر ليه ده في شخصيتي؟ إزاي في شخصيتي أنا؟ في شخصيتي أنا يعني أنت أنا عايش أنا كنت مارست الحوار فأنا عايش كده بسألك أنت ليه بقى كده؟ لأنك أنت وأنت بتسأل أنت بتعمل منتاج أثناء ما بتسأل يعني أنت من كتر ممارستك للكتابة وللبرامج اللي بيسموها كان اسمائي البرامج اللي بتوقع عن الناس في بعض ديكاتف رمضان كان اسمائي وفق أم تنعاً مرة مثلاً أعتقد كان يوسف إدريس الدكتور يوسف إدريس نعم وكان السؤال هل تستطيع أن تستغني عن السجارة وأنت تحضر حفلة من حفلات أم كلسوم؟ صلحني لو أنا غلطار بالضبط فقال لا وأنا إيه لي وديني حفلة أم كلسوم؟ واقعد من أكد واقعد من غير سجارة واقعد من غير سجارة سؤال آخر لأحمد سعيد هل تعتقد أن جلال معوض يقدم أم كلسوم كما ينبغي؟ هي محمل أحمد سعيد قال هي محمل وكان يريد أن يقول رأيه في جلال معوض أيه أيه وقاله أو وقاله طبعا لا بس بتاعت ويشف إدريس بقى دي عملت أجمل سؤلت صلاح جهين وكانت السائلة مش أنا كانت السائلة سناء منصور برقتها العصفورية أيها الهدهدية صح؟ سألت صلاح جهين ما رأيك في أنت عمري؟ قال الإبنة المراهقة لأنت الحب وكان القرار من سيدة الغناء العربي إلغاء أغانية من إزاعة الشرق الأوسط أيوة نعم تذكرها آآ آآ لا أنا بقى الحاجة اللي فضلت مستنية بمناسبة إنك إنت قلت لي إنك إنت اشتريت دبل لسماع أنور هل رأت سماع أنور هذه الدبل؟ لا ولم تعلم ده أنا بقول لا لك إنت الأول من ياه أنا ما بقولش بصد ولا تعلم لا أنا ما بحبش أتكلم عن خصوصيات ده يعني لا في صحافة ولا مع أي حد أنا بس قلتها لك إنت عشان أنا وإنت حاجة تانية مفيد يعني إحنا نعم إحنا عيشت الزمن الحلو قالك إزاي الزمن الصافي وزي ما مفيد قال أنا بضحك لإنه فتكرت حد ستسمح لي أقولها هتفضل أيام ما كنا بنشتغل مع بعض البرنامج النادي الدولي هو في كلمة بيني وبينه يعني هو كان يقف ورها الكاميرا أنا أفهم يعني مش نعم دي حاجات ما تبقاش سهلة مفيد نعم أميتاب باتشان أه إنت ما صهرته أه طلع معاك في النادي الدولي كتير كتير ولأ بس دي أنا خدته كازنو الليل عند شريفة فاضل نعم وانبسط جدا 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 من اللي سمير صبري ماذا تسمي عنوانا لهذه الصهرة الطويلة معاك ياه ليتها لت